قصة الأميرة ولعنه الساحرة هي قصة جميلة للأطفال مقدمة لكم من قناة الرشيدية بلمعروف بأنه يحتوي علي أجمل قصص أطفال قبل النوم وتحكي هذه القصة عن أميرة لعنتها ساحرة شريرة عندما كانت الأميرة صغيرة فياتر ما هي اللعنة وهل سيتم إنقاذ الأميرة أم لا هذا ما سوف نعرفه في القصة في عرم بعيد وفي زمن كان يحكمه العدل والسلام ولدت أميرة جميلة تدع أرورا في قلعة بعيدة في الغابة كانت أرورا الابنة الوحيدة للملك والملكة وكان الجميع يعشقونها ويحتفلون بمولدها ولك في يوم من الأيام قامت ساحرة شريرة تدعى ملفزتا بوضع لعنة عليها تمنت ملفزتا أن تموت أرورا في يوم عيد ميلادها السادس عشر من لدغة إبرة من برية وأن ينهي ذلك عهد الملك والملكة نقطة عندما علم الملك والملكة باللعنة قاموا بإخفاء أرورا في مكان سري في القلعة وأرسلوا جنودا لحميتها على مرى لسنين حرول الجميع إيجاد حلال لعنة لكند نجد وفي يوم عيد ميلاد أرورا السالس عشر وبينما كانت تتجول في الغابة لحظت أرورا شخصا غريبا يتبعها كان هذا الشخص هو الأمير الشاب فيليب وهو الذي كان وقع في حبها منذ فترة طويلة وفور وصول الأمير إلى أرورا أخبرها بأنه قد وصل لينقذها من اللعنة وقد توصل إلى هذا الهدف بعد الكثير من الأبحاث والتحريات وقرر الأمير فيليب أن يخوض مغامرات خطيغة لإنقاذ أرورا على الرغم أنه كان يعرف أن الرحلة قد تكون ميتة إلا أنه لم يتردد في المضي قدما وكانت هذه هي المرة الأولى التي تذهب فيها أرورا إلى العالم الخارجي وقد شعرت بالحماس والخوف في الوقت نفسه وبعد السير فترة طويل في الغابة ظهرت لهم ساحرة الغابة لكي تساعدهم في رحلتهم وقد أخبرتهم بأن حل مشكلة لعنة الأميرة أرورا ليس سهل عليهم الاتجاه إلى قلعة الظل للحصول على العلاج ولكن ساحرة الغابة قامت بتحذيره من الخطر الذي يسكن قلعة الظل وقدمه ساحرة الغابة للأميرة أرورا بعض النصائح وعلمتها تعويذة سحرية وأخبرتها أن لا تستخدمها إلا في الأوقات الصعبة بعدها أكمل الأميرة أرورا والأمير فيليب والجنود طريقهم إلى قلعة الظل وكانت هذه القلعة مسكونة بالوحوش والمخلوقات الشريرة وكانت محمية بقوة سحرية قوية ومع ذلك كان على الأمير فيليب القيام بمهمة مستحيلة لإيقاف قوة الشر التي تسببت في اللعنة حول الأمير فيليب مهاجمة القلعة عدة مرات لكن محاولاته باءت جميعها بالفشل وفي النهاية ظهر الشرير الأكبر لقلعة الظل وأخبرهم بأن يبتعد أو سيواجهون الموت حينها عرض عليهم الجودي الشجاع لسدر الاستماع إلى مصيحته وكانت تتمثل في اختيار معركة الأمير فيليب مع الشرير الأكبر داخل القرعة وفي اليوم التالي بدأ الأمير فيليب في معركة شرسة مع الشرير الأكبر وكان أمير متفوق في المعركة في البداية ولكن بعد عدة دقائق تمكن الشرير الأكبر من تعطيل الأمير فيليب وكاد يقتله في هذه اللحظة تدخلت أميرة أرورا وبعد أن تذكرت نصائح ساحرة الغابة والتعويذة التي علمتها لها استطاعت أرورا تحويل الأمير فيليب إلى تنين ومن خلال هذا التحول استطاع الأمير فيليب والفوز على الشرير الأكبر وإنهاء اللعنة وبعد الانتصار عاد الأمير فيليب وإي شكله البشري وعاد هو والأميرة أرورا إلى المملكة وتزوج الأمير فيليب والأميرة أرورا وعشوا معا في السعادة والرفاهية إلى الأبد ترجمة نانسي قنقر